رايحين نرجعوا لهذا الموضوع بكل تفاصيله رايحين نحدثكم عليه رايحين نجيبوا كل ما جيبنا تفاصيل نقدموها الشعب الجزائري وأنا أعرف أن هذا الموضوع هو اللي مجننهم جنون رهيب صحيح أن دورنا في الحراك دور الأحرار دور كلهم جننهم وراكم تشوفوا حالة الجنون اللي رايحي مسكتهم لكن أيضا إبطال هذه القضية وإظهارها للشعب اتضعفهم بشكل كبير جدا دائرت لهم قلق داخل الجيش بدأت المخابرات العسكرية تقول للقيادة العسكرية لشنغريح أو صحابه هناك انزعاج وقد يتحول إلى تململ ويخشى أن يتحول إلى تمرض وأنا نقلتها لهم من قبل عودة والله لو كلفني ذلك حياتي عندما نتأكد بما لا يدع مجل الشك أدنى شك أنكم أرسلتم جنودنا للقتال أنا عارفين راكم راسلين المخابرات وراكم راسلين أشياء لكن عندما نعود عندنا يقين ونقدروا أن نثبتوه للناس ونعرف أنكم أرسلتم جنودنا وابنائنا وإخواننا سندعوهم إلى التمرض للتمرض على قرارات القيادة الإجرامية اللي تريد أن تجعلهم حطب تجعلهم حصب من أجل الاستعمار تجعلهم ديتيرير الجينية من أجل الاستعمار لن يوقفني على ذلك إلا الموت مهما كانت اعتراف المعتردين عندما يتأكد بما لا يدع مجل الشك أنا نعودها له أن أبنائنا وإخواننا يرسلون من أجل القتال على الاستعمار من أجل بقاء هذه العصابة في السلطة لأنهم قالوا لهم السلطة مقابل الجيش ندعمكم في السلطة ولكن تعطونا الجيش تاعكم عندما نتأكد من ذلك سندعو إخواننا للتمرض للتمرض على هذه القرارات لأنه لا يعقل أن تكون أنت لعبة لروح تقتل الناس في إفريقيا القضية لا تعنيك ليست قضيتك ليسوا أعدائك ليسوا ما نقول لك سرهم إخوانك ما همش إخوانك لكنهم ليسوا أعدائك ليس من حقك أن تروح تقاتل الناس في أراضيهم وفي بيوتهم وفي أوطانهم من أجل ماذا؟ لو كان من أجل مصلحة الجزائر نقولوا لن نذهب نحن لسنا تقوى احتلال ولسنا تقوى توسع ولسنا تقوى استعمار فما بالك أنها من أجل الاستعمار القديم المتجدد فما بالك أنها من أجل الهيمنة الفرنسية على إفريقيا مرة أخرى وأن يكون هذا بجنود جزائريين هذا لن نقبله أبدا أبدا فأنا نحذروهم وإن شاء الله ما يخرجوش ذبابهم وأذنابهم وأتباحهم وإحنا عارفين رح يخرجوهم بش يتهمون بأننا نريد أن نقسموا الجيش وأنا نطلب من الجيش تمرد هذا ضرب للجيش أنا نقول لكم إذا كان يهمكم الجيش حقا وأبنائنا في الجيش حقا فكل من عنده قدرة على الحديث فليفعل الآن ويطلب من هذه الجنرالات أن لا يرسلوا أبنائنا للقتال من أجل استعمار لن نقبل أبدا بإرسال أبنائنا للقتال من أجل استعمار في أي مكان خانا قلنا لهم ورح نرجع لهذا المواضيع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر